بالتزامن مع الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية انتقامية في الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال في بلدات الضفة الغربية ومدنها ومخيماتها التي سجل فيها اعتقال العشرات منذ بدء معركة طفان الأقصى وبحسب نادر السير الفلسطيني اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم خمسة وخمسين فلسطينيا من الضفة الغربية عقب دهم منازل عائلاتهم وتفتيشها بينهم أسرى محررون وصحفي ووفق وسائل إعلام فلسطينية فإن قوات الاحتلال اقتحمت حتى اللحظة أكثر من خمسة عشر منطقة في الضفة والقدس خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية على رأسها مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية التي تركزت فيها عمليات الاعتقال حيث دهمت قوات الاحتلال المدينة مستخدمة آلية عسكرية وتعزيزات كبيرة كذلك نفذ مستوطنون هجمات في بلدات وقرى عدة في مسافر يطا جنوب الخليل أما إلى الشمال قليلا في مدينة بيت لحمة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب المدينة واعتقلت خمسة عشر فلسطينيا أما في رام الله والبيرة حيث مركز مقر السلطة الفلسطينية فاقتحمت قوات الاحتلال قرية قبية غرب رام الله ومخيم الجالزون شمال رام الله واعتقلت قوات الاحتلال أربعة عشر فلسطينيا في القدس المحتلة كانت العزرية والعيسوية والرام مسرحا لمواجهات اندلحت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال سبق ذلك كله اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلندية شمال القدس المحتلة بالاتجاه نحو نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل جنوب غرب المدينة بعد أن انسحبت من مدينة طباص التي نفذت فيها حملة اعتقالات فيما دارت اشتباكات في نابلس أسفرت عن ثلاث إصابات خطيرة برصاص الجيش بالانتقال إلى طول كرم وصل عدد الشهداء إلى سبعة جراء مواجهات اندلعت في محيط الجدار الفصل العنصري غرب قرية فرعون قضاء طول كرم كذلك اعتقلت قوات الاحتلال من محافظة أريحة والأغوار شرقية ضفة الغاربية فلسطينيين اثنين في جنين أقصى شمال الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال المدينة حيث نشرت قناصة على أسطح المباني ودارت اشتباكات عنيفة بين مقاومين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة يعبد جنوب غربي جني بالمجمل وصل عدد الشهداء في الضفة الغربية حتى اللحظة إلى خمسة وخمسين شهيداً أما المعتقلون فوصل عددهم إلى أربعمائة وسبعين فلسطينياً في غضون تسعة أيام